كثيرا نسمع بعض الحوادث مع الأسف المأساوية تكون مثلا على إثر سائق المركبة يكون مخمور مخمور؟ ما سامعين أنه أمرأة سوت حادث وكانت مخمورة لا لا أكو أكو لكن نسبة جدا ضئيلة يعني لكن أكو 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 قسم من النساء تقود المركبة تحت تأثير النعاس أو المخدر أو المزكر طيب الإجراءات بهذه الحالة وإحنا بأعرافنا الاجتماعية في مجتمعنا شو رح تكون؟ نحن نتعامل مع قائد المركبة وفق القانون رجل أو إمرأة طيب أنت ذكرت أنه ممكن نراعي الإمرأة قلنا بسبب مثلا الوضع الاجتماعي كمجتمع عراقي الراعي هي بس مو من الخطأ مو بالخطأ ولا الراعي هي على حساب القوانين والروابط يعني إذا كانت ما احتراماتي للمشاهدين ولجنابكم الكريم إذا كانت تحت تأثير المسكر أو المخدر وسببت حالة من حالات الوفيات هاي شون نحاسبها شون نقول؟ نقول عف الله عن ما سلف لو رحم الله والدي هذا صدمتي لك واحد دهستي ومات بمكانة؟ لا لكن أكو حالات بسيطة مثلا في بعض الأحيان نشوف همم ارتدي حزام الأمان ننصحها ارتدي حزام الأمان ليش جاي منا؟ أترجاج رجاء أختي الكريمة لا تشلبين بالسايد اليسرى سيري بالوسط أو عوفي الناس تطلع يعني هاي أكو أمور أختي العزيزة احنا نعرفها من خلال عملنا بتنظيم حركة السير يعني أنت تساهلون مع المرأة بالأمور اللي هي أصلا تكون بسيطة نعم مو فقط المرأة وليس بالأمور الكبيرة مو فقط المرأة أختي العزيزة أنا قلت لك عندنا توجيهات من السيد معالي وزير الداخلية المحترام أول يوم استلم مهامه السيد عبد الأمير الشمري وزيرا للداخلية وزار مديرية المرور العامة وأوجه بالتعامل الحسن والجيد وفق مبادع حقوق الإنسان واحترام الإنسان والتعامل بروح القانون ثم تطبيق القانون شنو هي روح القانون أنه أنا من ألزم سائق المركبة ما مرتدي الحزام أقول لأخي العزيز البس حزامك يعني هاي المخالفات اللي يقوم بها يعني مثلا صارت عندنا فترة من الفترات تجديد على الزجاج المضلل على استخدام الهاتف النقال فترة على الإجازة على إجازة السياقة فقمنا ننصح وحقيقة ساعدتنا بهذا الموضوع وسائل الإعلام كافة واستثمرنا مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن أنه ترى مديرية المرور العامة راح تحاسب على إجازة قيادة المركبات بكافة أنواحها وخصصنا مواقع لاستقبال المواطنين الذين يرومون الحصول على إجازة السياقة وقمنا من نشوف شخص إحنا تدري إجازة السياقة أكو عنده إجازة ونافذة الغاية بين قوسين نقول إحنا خلصانة فمن ننوقفه ونشوف الإجازة ونلقيها خلصانة نقول لأخي العزيز روح جدد اشتركوا في القناة